المشكلة في عمائمنا يقولون للناس اقرأوا زيارات وهم لا يقرأونها اقرأوا الادعية وهم لا يقرأونها هذه مشكلة في وفي غير نحن الذين نتحدث رجال الدين عموما رجال الدين عموما خصوصا الذين يرتقون المنابر ويحدثون الناس ويؤلفون ويكتبون ربما الساكتون مراد بالساكتين الذين لا يتوصلون مع الناس حالتهم اهوا اما اولئك الذين يطبعون الرسائل العملية والكتب والابحاث والدروس ويصعدون على المنابر وفي الفضائيات ويتحدثون كثيرا مثلي مشكلتنا جميعا اتعلمون ما هي اولا نحن نقول ولا نعمل وثانية نوص الناس بالخير ولكننا لا نعمل به نتحدث عن الإخلاص وما نحن بمخلصين نوص الناس بالتواضع وما نحن بمتواضعين نوص الناس بالزهد ووالله كذابون المعممون ما هم بزهات والله رجال الدين كذابون لا يعرفون معنى الزهد حتى لا يعرفون معناه حتى لو سألتهم عن معنى الزهد ما هو يعرفون معنى الزهد وفقا للذوق الناصبي لا يعرفون معنى الزهد وفقا لذوق أهل البيت والله لو سألتهم عن معاني الزهد لا يعرفونها حتى باللفظ لا يعرفونها فضلا عن أنهم يعيشونها في حياتهم معاني الزهد في وسط رجال الدين لا وجود لها وإن وجدت وجدت عند أشخاص هؤلاء ضعيفوء الهمة لا يستطيعون أن يصعدوا إلى الأماكن العالية أو لأنهم أساسا لا يمتلكون شيئا فحينئذ يصبحون زهادا هم عاجزون عن أن يمتلكوا فيصبحون زهادا أو أنهم يفهمون الزهد بشكل خاطئ أو يدخلون في مسالك العرفاء والسالكين ويتبعون طرائق أخذت من المخالفين هذا هو الواقع في المؤسسة الدينية ومن الآخر وهم يسمعونني يسمعونني ويعلمون أني أقول الحقيقة بكاملها مشكلة العمائم هي هذه يقولون في كثير من الأحيان من دون علم لأنهم لا يريدون أن يقولوا إننا لا نعلم حين يسألون يجيبون من دون علم ولذا الناس تسمع أجوبة متناقضة في قضية واحدة ومختلفة أنا لا أتحدث في القضايا الفكرية فالساحة الفكرية واسعة والآراء فيها كثيرة أتحدث عن الأحكام الأحكام محدودة ومعروفة القضية لها حكم مشخص لماذا هذه الأجوبة الكثيرة لأن أصحاب العمائم يجهلون لا يعرفون وحين يسألون يجيبون لا يقولون بأننا لا نعلم يوصون الناس بالخير وهم لا يعملون به الدائرة التي يدورون فيها بطونهم فروجهم جيوبهم يبحثون عن الشهرة بشكل جنوني هذا هو الواقع الموجود وهذا الواقع انتقل إلى الشعراء والرواديد ومنهم إلى خدمة الحسين في الهيئات الحسينية إلى أصحاب الحسينيات وأنا جزء من هذا الواقع لا تتصور أنني أخرج نفسي من هذه الدائرة أنا في نفسي هذه الدائرة في نفسي هذه الحومة لا تعتقد من أنني أنتقد هذا الواقع وأنا أخرج نفسي من أبدا أنا من جملة هذا الواقع من جملة هذا الواقع السيء الذي يصبغ نفسه بصبغة أهل البيت ولا علاقة له بأهل البيت قد تقول لي إذن لماذا تتكلم ماذا أصنع نحن هكذا نشأنا هكذا ربينا هكذا تعلمنا من مراجعنا ومن زعمائنا الدينيين نشأنا بهذه الطريقة فماذا نصنع نحن مخطئون مخطئون لكنني قد أختلف شيئا ما أنني أتحدث فقط أنني أتحدث وأصف الواقع كما هو هذا هو واقعنا واقع العمائم ورجال الدين هو هذا القبلة والدين بطون وفروج وجيوب فإذا امتلأت الجيوب وهدأت فورة البطون والفروج فقد بلغ رجل الدين المعمم غايته فيبحث بعدها عن الشخر وعن الرئاسة وكل بحسبه يقولون ما لا يفعلون يوصون الناس وهم لا يلتزمون يطالبون الناس بالالتزامات الشرعية الدقيقة وهم أبعدوا الناس عن الاحتياط والتحرج أمام الناس يظهرون الالتزام بالمستحبات والتحرجات والاحتياطات حينما يغيبوا الناس عنهم أبويتنا ونلعب بي وشلها غرض بين الناس تحت هذه القاعدة خلى لك الجوف بيضي واصفري أيا لك من قبرة بمعمري خلى لك الجوف بيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري ترجمة نانسي قنع